وذلك لمتابعة ودرس ما توصلت إليه في سلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام ناقشت اللجان بداية مسألة رئاسة اللجان المشتركة واستمعت إلى مختلف الأراء لتلك الناحية أم لجهة مضمون سلسلة الرتب والرواتب كما استمعت اللجان إلى رأيي وزير الدفاع الوطني ووزير التربية ورأي ممثلي المعلمين في المدارس الرسمية والخاصة والعسكريين ورفع رئيس اللجان المشتركة الجلسة بسبب فقدان النصاب على أن تتابع اللجان جلساتها مستقبلا لجهة درس وأقرار هذه السلسلة وتم استكمال البحث من حيث وصلت اللجان سابقا وذلك بناء على توجهات رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بره أي عمليا من نقطتين أساسيتين الأولى مسألة وحدة التشريع بين العام والخاص والثانية الزيادات المقترحة من الأسلاك العسكرية على مشروع سلسلة الرتب والرواتب كما أقر في اللجنة الفرعية الأخيرة وقد تم التوافق على ما يلي أولا إن الجلسة الحالية هي استكمال للجلسات السابقة مما يجيز لمقررها أن يترأس الجلسات في غياب دولة الرئيس نين طالب السادة النواب أن تكون جلسات اللجان المشتركة بخصوص السلسلة متواصلا باعتبارها الجهة الصالحة والوحيدة لإقرار هذه السلسلة في المرحلة الحالية بمعنى أنه ما بق فيه لجين فرعية الجهة الوحيدة الصالحة لبحث ومناقشة وأقرار هذه السلسلة هي اللجين المشتركة ثلاثة للبت بمسألة وحدة التشريع والتي لمسنا إجماعا لدى السادة النواب خصوصا لجهة اعتبار قانون 1956 المكرس لهذه الوحدة بين العام والخاص هو قانون يجب احترامه أربعة بالنسبة للعسكر تم التوافق على متابعة الاجتماعات والتواصل مع الأسلاك العسكرية بمختلف فئاتهم من خلال وزير الدفاع الوطني وذلك قبل جلسة اللجان المشتركة المقبلة هذا موضوع بعود لألون نحن مثل ما بتعرف نظام الداخلي يقول أولا بعملية استكمال الجلسات يعني يحق لرئيس المجلس مثل ما قلنا باللي هلأ زعنيه يحق لرئيس المجلس طبعا أن يستكمل الجلسات من خلال دعوات ترتكز على إبقاء الجلسات مفتوحة سابقا كما حصل بشهر عشرة بآخر جلسة وأن يحل المقرر وقت اللي بيكون دولة الرئيس غيب هلأ لا أنا يعني كتير إذا بدك طالب هالموضوع ولا دولة الرئيس المكاري رح يعني غيب بشكل دائم يعني هاي المسألة على أهميتها أنه أنا ترقست أو الرئيس المكاري ترقس المهم المضمون المضمون هو أن نتابع قضية وطنية بحجم قضية سلسة رتب ورواتب اللي إليه علاقة بكل فئات المجتمع اللبناني بكل الاستفافات بكل الأحزاب بكل الكتلة السياسية أنه نوصل فيها إلى نتيجة اللي عملناه اليوم هو فتحنا البيب بعد ست سبعة شهور من الجمود في هذا الملف صار فيه توافق على المتابعة خاصة بنقاط محددة مين بيترقس مين ما بيترقس هذا الموضوع بالنسبة لأيلي مش مهم المهم أن نستكمل هذا الأمر النصاب كان مؤمنا كما نعرف لأنه لو ما هيك أنا ما كنت بقبل كمل دولة الرئيس مجلس النواب موقفه واضح وأسراره على عقد الجلسة والجلسات المقبلة للوصول إلى نتائج جدية وملموسة في مسألة رتب ورواتب الثلاثة والأهم أنه هذا الموضوع يعني ما فيه إذا بدك نظاميا غير مسألة النصاب وأحقية اعتبار هذه الجلسة جلسة استكمال يجوز للمقرر أن يحل محل الرئيس في حال كلف رئيس المجلس هذا المقرر أن يتابع وهذا الذي حصله فإذا هذه النقطة الشكلية بس إذا بتسمح لي بس تأختم بهذه النقطة الشكلية ما بعتقد فيه زوم بعد نتوسع أكتر نحن أمام واقع اليوم فتح الباب أمام سلسلة رتب ورواتب من جديد لإعادة النقاش ولإحياء هذا النقاش بشكل جدي المطلوب من جميع الكتل زملائنا أنه ليس فقط إذا بدك يعني الإصرار أو المطالبة بأن تقر هذه السلسلة لكن أن نتشارك معا بنقاش جدي وبحضور من يريدون ومن يشاءون خلينا نتابع سوا هذه المسألة وهذا الأمر بعتقد أنه يجب أن يخرز من إطار التجاذبات السياسية والاستفافات السياسية في مسألة بعد ذكرت جوا وذكرت بالإعلام مشان هايك بدأ يجاوب عليها هي موضوع الرابط مع الموازنات يمكن كنتوا بك تسألوني هالسؤال بقى أنا هيك شفت بعيونكم مشان هيك رح جاوبكم بقى هذا الموضوع بالواقع نحنا مش نظامة لا لأنه نحنا كاليجان مشتركة مش شغلتنا نربط أو ما نربط نحنا شغلتنا أحيل أمامنا من الحكومة مشروعين هن الأول هو سلسلة الرتب والثاني هو تمويلة ونحنا درسناهن على مدى سنتان يعني إذا كان في حقيقة كان مطلب بالأساس أن تربط بالموازنة كان لازم ما نعذب الناس سنتان تنرجع نقلهم بعد بنهاية السنتان أنه هلأ فقنا بدنا موازنة علما أنه نحنا مش طد هدا الأمر ولكن لا يجوز أن نرهن أو أن نربط عمل تشريعي وعمل برلوماني قائم صار فيه لجنتان فرعيتان وطلع تقريرين ورحنا على لجان مشتركة أكتر من مرة ورحنا على ثلاث مرات على هيئات عامة ورجعنا على لجان مشتركة تاب اليوم بدنا نقلهم أنه بدنا موازنة نحنا مع الموازنة وأنا كرئيس لجنة مال موازنة أطالب مرارا وتكرارا طلبت وتقدمت بأسئلة للحكومة وباستجوابات ليه الموازنة لحد هالساعة ما بتجي ليه قطع الحساب لليوم ما انتهى يعني هيدا أسئلة مش برسم 350 ألف عائلة هيدا الأسئلة برسم اليوم الحكومات المتعاقبة حكومة اليوم اللي مفروض كانت تتحيل إلى المجلس النيابي بتشرين الأول من العام 2014 مشروع الموازنة للمجلس النيابي نعم هل إدخال السلسلة للسجارات يعني مدفع عائلة المجلس السؤال الآخر لو رئيس رئيس موليكان مكلم حكي أنه متواصل للأول رئيس سنيورة والنائب كنعان مع العائلة أنا النائب كنعان لأ قلت مع النائب كنعان بس عفوا عدوان هلأ معي بالحوار صرنا ماشي حالنا صرنا واحد صرتوا تغلطوا فينا إن شاء الله إن شاء الله أنا بقول شغلي أنه ما بدي اعتبر اللي صار اليوم أنا شخصيا إذا بتسمح لي ما بدي اعتبره بيدخل بإطار السجال أنا بدي اعتبره أنه هذا أمر عابر اليوم عملنا خطوة إلى الأمام إن كانوا شاركونا فيها زملائنا بها الجلسة أنا بيعتبره أنه مشاركين معنا أصلا قبل وبيدي اتمنى عليهم أنه ما نتوقف عند أمور لا شكلية ولا جوهرية مثل قصة الرابط بموازنة لأنه دون هذا الأمر عقبات كتير كبيرة يعني الموازنة بدي جلسات بمجلس الوزراء وبدي جلسات بمجلس نواب شو منقول للناس من أيام ما أحيل هذا المشروع إلى المجلس نيابي إلى اليوم شو منقلهم شو كنا عم نعمل نحنا فإذا أنا أطلب وأتمنى أن نكون يعني نكون إذا بدك أكتر تحسسا بهذا المطلب الاجتماعي الوطني نتعطى معه بكتير من المسؤولية بكتير من الجدية بكتير من التوازن بين الإرادات والنفاقات متل ما تعطينا بس ما نحرم الناس ليه ما بعرف شو هي الأسباب الأخرى يلي عم تنطرع ما نحرمون من أنه نشوفوا ومثل ما شايفوا جمعة الماضي أو القبلة موضوع المتعاقدين اللي انتهينا إلى نتيجة إيجابية فيه ما يشوفوا أنهم محرومين من حقوقهم من رواتبهم ما بدي زايد ما بدي أحكي عن الجيش ما بدي أحكي عن المعلم ما بدي أحكي عن العسكر مش هذا الموضوع كلنا عندنا نفس الإحساس تجاههم بس فيه شغلة أساسية أنه هذا المشروع حان الوقت حان الوقت أن نحسم أمرنا خلص نقول شو بدنا من هالمشروع أكتر من لجنة اشتغلت أكتر من لجنة مشتركة اشتغلوا حان الوقت أن نحصل هذا الأمر وأنه أن نعتبره يعني هاي قضية دولة مصلحة دولة بدأ مصلحة مجتمع بكامله وأنه أنا توقف أمام شكليات بنعبر عليها وجمعة الجيب يكون فيه يوم آخر يعني وبعد يومين وثلاثة ممكن يكون فيه حدا تغيري الموضوع مش هون الموضوع منه شخصي وموضوع منه تقني الموضوع وطني بامتياز واجتماعي بامتياز فضل نعم حال واحد نجتمعوا مع الوزير بصعب ونجتمعوا معي هنا اجتمعوا مع جهة وحدة بالنهية مش عم بحكي حتى بالسياسة مش مش مشكلة لهاية التنسيق موقفة واضح كانوا اجتمعوا اليوم اللي كانوا طالبين اجتماع معي اجتمعوا معي واللي حبوا كمان يلتقوا مع الوزير التربي يلتقوا معه بالنهية وحدوا مطالبهم وكانوا بالجلسة جوا موحدين وانا ومعالي وزير التربي عندنا نفس المطالب اللي هي اقرار السلسلة واجراء التعديلات اللي لازمة على مشروع السلسلة ما نضلنا وقفين قدام الشكليات انه اليوم يمكن ومعكن حق تشوفوا اوقات مشهد اعلامي انه فلان مجتمع مع فلان وفلان مجتمع مع فلاتين انا بالنسبة لقلي انا رئيس اليوم كنت لجان مشتركة من حقي ان يلتقي الجميع ومن حق الجميع انه يلتقي معي التقات معي لوزير الدفاع ما صار فيه اشكال ما فيه زابط التقى مع تنقول نايب اخر او وزير اخر وهيدي كمان انا بحطها بهالاطار يعني منع عملية اذا بدك يعني انقسام هيئة التنسيق لا سمح الله او اي اشكال انا بتمنع الزميل الجراح ما يراهن على خلافة لا عندنا ولا عند غيرنا نحن وياه والوزير التربية ووزير المالية وكلنا سوا وخاصة وزير الدفاع نحن وياهن بفرد مركب هذا المركب لازم يوصل لمحل لهو اقرار هالسلسلة هاي بكفي معانات بكفي اذا بدك تضوية على امور بنظري انا شكلي ما الا طعم شكرا يعطيكم العافية